هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رواه أهل الحديث بصحة وبيان علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من خلال توضيح أهم المفردات والمعاني التي جاءت في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم نشرب على ذلك بتوضيح أهم هذه الأحكام التي احتوت عليها هذه الحاديث ونشرح هذه الأحاديث وهذه الأحكام سواء كانت العقدية أو الفقهية أو في المغازي أو في العبادات أو في البر والصلة وغيرها من هذه الكتب النافعة ونختم على ذلك في توضيح وتبيان أهم الفرائد والدرر والفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فنتظروا لنا عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه أخرج إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريضة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد قال فأني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم قال هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وفي رواية حكمت بحكم الله وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدنا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب السير في كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو في باب الحكم في من عارض ونقض العهد عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان من العرقة ورماه في الأكهل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واختسل فإعتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين فأين فأشار إلى بني قريضة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد وهو الصحابي الجليل سعد بن معاذ قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا أو من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك إلى آخر حديث المقصود بسعد هو سعد بن معاذ كما ذكرنا سيد قبيلة الأوس من الأنصار من فضلاء الصحابة رضي الله عنه ورضاه الخندق هو خدود أحاطه النبي صلى الله عليه وسلم على شمال المدينة لما حاصرها المشركون وكان ذلك في العام الخامس من الهجرة حتى يمنع العدو من الهجوم على المدينة وعلى أهل المدينة الأكحل هو عرق أسفل الإبهام والغالب أنه ينزف من الدم ويموت الإنسان ضرب خيمة هو كل بيت يعني يقام من أعواد الشجر أو يتخذ من الصوف أو القطن ليعوده زيارة المريض تسمى يعني تعود فلان أو عادة فلان من العيادة يغذو أن يسير أخوان الكرام أخوة الكريمات في هذا الحديث يعني يتبين لنا كيف حب الصحابة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلة كانوا لا يخافون في الله لهم وتلعام كانوا يعني يعطون ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ويجاهدون ويعطون أغلى وأنفس ما عندهم لله عز وجل وهو النفس والروح وكذلك المال وكانوا ينفذون كلام الله عز وجل ويطوعون رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تروي من المؤمنين هذا الحديث رضي الله عنها أن سعد بن معاذ أصيب يوم غزوة خندق وكان ذلك في السنة الخامسة الهجرة فرماه رجل من الكفار قريش يقال له حبان من العرقة ورماه في الأكحل الأكحل يعني عرق في الذراع فأقام النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد يعني حتى يكون قريب منه ويعوده فلما هزم الله عز وجل للأحزاب في هذه الغزوة غزوة الخندق وردهم خاسرين خائبين رجع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق إلى بيته بالمدينة وضع السلاح وأراد أن يقتسل واختسل فجاءه جبريل عليه السلام وهو ينفذ رأسه من غبار المعركة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح والله ما وضعته ما وضعتها أخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين أو فأين أذهب فأشار إليه جبريل عليه السلام إلى بني قريضة وهم قبيلة من اليهود كانوا بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم طبعا عهد لكن هؤلاء كما تعلمون خانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات في أشد الأوقات وتعاونوا مع الأحزاب وكان ذلك ضد المسلمين أيضا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم بضعة عشرة ليلة فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه طبعا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحضر فقال فإني أحكم فيهم أن تقتل الطائفة المقاتلة منهم من هم الرجال وأن تسبى النساء والذرية أي الصبيان وأن تقسم أموالهم وتقول عائشة أن سعد رضي الله عنه قال فيما رضي الله وأنك يعني تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يعني كفار قريش وطبعا هنا أوجب عليهم الهجرة إلى المدينة وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم إلى آخر هذا الحديث وهنا يتبين لنا أخوات الكرام أخوات الكريمات يعني فضيلة هذا الصحابي الجليل سعد بن معاد والذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه وأمر أن يقتل اليهود وتسبى ذرارهم وكذلك نجد أن الله عز وجل يؤيد عباده المؤمنين بالملائكة الذين يقتلون معهم ويدافعون عنهم نسأل الله سبحانه وتعالى لنفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر